فساد بمقاييس خاصة فساد حكومي ينتقل من جهة إلى أخرى ويتدرج بمستوياته ليؤثر على زوايا الحياة المختلفة في العراق تخصيصات حكومية تصرف سريعاً كونها معدة للوقف الشيعي بحسب النائب صلاح رجبوري الذي انتقدها كونها تصل 200 مليار دينار عراقي في المقابل الحكومة الحالية تخصص مبلغاً للوقف السني في موازنة عام 2018 هو ملياري دينار فرق صفرين بين الوقفين يكشف حجم الفساد الحكومي الذي يكرس الطائفية من خلال موازنته المقترحة أكو في الوقف السني والوقف الشيعي أكو مخصصات خدمة المذهب خلي اسمعني الشعب العراقي 200 مليار للوقف الشيعي صفر للوقف السني ما عرف والله إلى فساد آخر يتعلق بالموازنة أيضاً نائب رئيس الجمهورية أسامة نجيفي كشف عن مساعي لتعديل الموازنة لم تتضمن أي مبلغ لإعمار المناطق المدمرة كما ترونها أو المستعادة كما يراها العبادي مناطق مدمرة ولا إعمار ومبالغ تصرف لجهات مقربة من الحكومة وتحرم منها جهات أخرى إلى فساد آخر الآن وفيه الحكومة حاضرة النائب عالي نصيف طالبت بتجميد أو إلغاء عمل مكاتب المفتشين العموميين كي لا تصبح مكاتبهم بؤراً للفساد وتبرر نصيف طلبها بتحول المفتشين العامين إلى مدافعين عن الفاسدين ومشاركين في الفساد بدلاً من حماية المال العام فساد ما كان ليستشري في بلد كالعراق دون أن يأمن الفاسدون العقاب المتحدث باسم مجلس القضاء عبدالستار بيرقدار قال إن قانون العفو الأخير أتاح للفاسدين الإفلات من العقاب وأكد البيرقدار أن هناك فاسدين أدينوا بقرارات قضائية وصدرت بحقهم أحكام قضائية لكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي شرعه البرلمان فأفلتوا من العقاب ما يطرح علامات استفهام حول الجهات النيابية والأشخاص في البرلمان المستفيدين من إفلات فاسدين متورطين بقضايا فساد مختلفة وكأن العراق قدر له أن يراقب تغول الفاسدين واستغياب لمنظومة مكافحة الفساد في ظل استشرائها في جسد الحكومة بأكمله والجسد إن تسمم بأكمله فدواءه معلوم للجميع